رأى سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس لعلى لتطوير التعليم والتدريب بحضور معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب وعدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين حفلة خريج الفوج الرابع من كلية البحرين للمعلمين والذي يقيم اليوم في قاعة الشيخ عبد العزيز بن محمد أهل خليفة بمقر جامعة البحرين في رسخي وفي تصريح لسموه بهذه المناسبة أعرب عن تقديره لكل القائمين على هذه الكلية التي تمثل إحدى المبادرات الهامة في المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب الذي يأتي ضمن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبدعم مستمر من لدن صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وضع فسموه أن كلية البحرين للمعلمين شجرة طيبة تؤتي أكلها تم غرسها قبل ثماني سنوات وتعطي ثمارها كل عام معلمين مؤهلين متميزين قادرين على قيادة العملية التعليمية والتربوية بكفاءة وخبرة ومهارة حيث يبلغ عدد خريجي هذا العام 164 معلما ومعلمة مستعينين بما تلقوه من تأهيل وتمهين وتدريب ضمن أفضل البرامج والأساليب العلمية المواكبة لمتغيرات المهنة ومتطلباتها وأكد سموه أن التعليم هو ثروة الوطن الحقيقية والذي يصنع المستقبل المشرق لمملكة البحرين من خلال ما يمتلكه من تعليم وتدريب متطور يستثمر من طاقاته ويمكنه من رسم خطواته والوفاء بالاحتياجات المطلوبة لصناعة التنمية الشاملة المستدامة ومتطلبات سوق العمل في مجالاته المختلفة وقال إن نجاح مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب التي تعد كلية البحرين للمعلمين من أبرزها لم يأتي إلا من خلال تضافر جهود الجميع حكومة ومجتمعا وقطاعا خاصا بروح وطنية خالصة غايتها تحقيق نهضة البحرين وتطورها مؤكدين على مواصلة السعي والعمل في تنفيذ مراحل المشروع الوطني للتعليم والتدريب الاستراتيجية من أجل بناء مجتمع المعرفة الذي نسعى لتحقيقه وإنجازه وشاد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء بما حققه طالبة البكالاريوس في الكلية هذا العام آملا أن ينعكس تحصيلهم العلمي والعملي على مسيرة التعليم في مملكة البحرين بما يحقق أهداف مشروع تطوير التعليم والتدريب في كافة مجالاته معربا عن تهنيئته للخرجين ولذويهم ولأساتذتهم على جهودهم التي أسهمت في نجاح الخرجين وتفوقهم وقد ألقى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم كلمة قال فيها إنه انطلاقا من الرؤى السديدة للقيادة الرشيدة يطلع المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب بدور بارز في متابعة تنفيذ مبادرات المشروع الوطني وتأتي كلية البحرين للمعلمين على رأس هذه المبادرات وأشار الدكتور ماجد النعيمي إلى إنجازات الكلية ومن بينها الحصول على المركز الأول عربيا والخامس عالميا من حيث المؤامة في إعداد المعلمين لمعايير الجودة البريطانية إضافة إلى تخريج 1021 من قادة المدارس وإنتاج 360 بحثا علميا محكما ومنشورا ثم ألقت دكتور تان أونسينغ مدير المعهد الوطني للتربية في سنغافورة أشاد خلالها كلمة أشاد خلالها بالمبادرة المتميزة بإنشاء كلية البحرين للمعلمين وما تتمتع به الكلية من قدرة عالية من خلال كادر أكاديمي مهني ومؤهل وبرامج متميزة قادرة على تخريج معلمين مؤهلين قادرين على غرس القيم المجتمعية والعلمية في نفوس طلبتهم ومواكبين المتغيرات السريعة في العملية التعليمية بعدها ألقى رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة كلمة قال فيها إن هذه العقلية التنافسية التواقة دائما إلى الأفضل وإلى التميز هي التي جعلت الكلية لا تطمئن لما حققته من مكاسب فأتمت العمل على إعداد خطتها الاستراتيجية الجديدة وخطت رؤية جديدة ورسالة وأهداف تتماشى وتطلعاتها لأن تكون منارة علم وتعليم نيرة لا ترضى بغير التميز في التعليم رؤية وبغير تمكين المعلمين لبناء مستقبل أفضل البحرين رسالة وليكون الإنسان المعلم هو الذي يحمل هذه الرسالة وهو الذي يحقق هذه الرؤية وألقى كل من الخريج خالد قاسم الحمري والخريج فاطمة عبدالله حسن كلمة قدما خلالها الشكر لسمو نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة تطوير التعليم والتدريب على رعايته الدائمة للكلية وقال إننا تعلمنا في الكلية أن عملية التعليم تبدأ أولا بالمعلم الذي يطور من مهاراته ويسقل معارفه وأن التعليم الجيد يولد النهضة الاقتصادية والثقافية للوطن بعد ذلك تم عرض شريط مصور حول كلية البحرين للمعلمين ثم تفضل سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة تطوير التعليم والتدريب بتكريم الطلبة المتفوقين وتوزيع الشهادات على الخريجين في برنامج البكالوريوس في التربية وبرنامج القيادة التربوية وشميل الحفل على تخريج 164 معلما ومعلمة منهم 139 خريجا في برنامج بكالوريوس التربية و25 خريجا في برنامج القيادة التربوية لا يمكن للجهل أن يسود في أي مجتمع ما دامت الثقافة والفهم يستضلان بعقول تفقه وتعي دور العلم والمعلم الذي مهما كانت مخرجات التعليم متقدمة فأنه ومن دون المعلم المتمكن تبقى هذه الأجهزة صماء لا حياة لها وهذا ما يؤكد على أهمية وجود كلية البحرين للمعلمين وأساس اهتمام الحكومة الرشيدة بهذه الكلية ومخرجاتها اليوم نحن نخرج دفعا من كلية المعلمين لينضموا إلى أخوانا لهم في الميدان التربوي دائما نتطلع لهذه الكلية بعين الاهتمام باعتبارها مبادرة من مبادرات مشروع تطوير التعليم والتدريب استعنا بخبرات عالمية ودائما الكلية تخضع للتطوير والتقييم ولا شك أن الجهد الذي تبدله الكلية أصبح واقعا ملموسا ليس فقط على صعيد تخريج معلمين يتميزون بالقدرة والمهارات الأساسية للمعلم الذي نشده في القرن الواحد والعشرين الذي مهمته متابعة كل ما هو جديد وتسخير إمكانياته لخدمة الطلبة دفعة جديدة من خريجي كلية البحرين للمعلمين وضعوا نصب أعينهم مسؤولية ولاء ووفاء لوطنهم طيلة أربعة أعوام دراسية يكلل ذلك نقلهم لمرحلة التنفيذ العملية وتقديم كل ما تعلموه في بناء جيل ينهل من ينابيع العلم والمعرفة متمسكا بثوابت دينية وطنية طبعا اليوم يوم تخرجنا يوم فرح طبعا أربع سنين قضيناها في الكلية منها دراسة منها طبعا آخر سنة اللي كانت أكثر شي فيها صعوبات فيها بحوث وطبعا دكاترا ما قسروا ساعدونا أمي وأبوي على طول تشجيع في البيت تتش لاحظات تتعبين فيها بس هم على طول كانوا موجودين الكلية نفس الشي مساندة ودعم على طول معنا صراحة شعور لا يوصف أنت تكون نخرج جاء تخرجين في أربع سنوات وتحسين بطعم الإنجاز والتعب اللي سوتي خروج من كلية البحرية المعلمية ما يعني نهاية الأربع سنوات أبدا هي بداية حق مرحلة جديدة حق مشوار جديد في الكلية عرفت على ناس كوايد وحبيت وجودي معاهم الكلية احتضلتنا عطتنا صقلتنا مهارات معارف كفايات رئيسية طلعنا منها مخرجات نظرتي حق التعليم مستقبلا أحس أن التعليم بتطور بشكل كبير لأن احنا تأسسنا على أشياء معينة يعني استراتيجيات يديدة التعليم متطور التكنولوجيا إلى آخر فنحن نمارس هذه الأشياء في المدارس فأحس أن هذه الشيء يطور من مهارات الطالة فدائما نركز على تعليم الطفل نفسه فأحس أن إن شاء الله بذن الله التعليم سيكون متطور إذا مارسنا هذه الأشياء التي تعلمناها أكثر من الكلية كلية البحرين للمعلمين تؤكد حاجة المعلم المتابع لمستجدات التعليم في هذا العالم المتغير وأهمية وجود فريق متكامل بين الجهات التعليمية فأنه ما سبق من تعاون مشترك استطاع الفريق أن يصل اليوم إلى هذا الإنجاز الذي سيليه بذن الله تخرج دفعات متتالية تليق بمستقبل التعليم في مملكة البحرين إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين